علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات قطع اليوم الشك باليقين من خلال تأكيد توليه رئاسة هذه الهيئة إلى غاية انتهاء العهدة عقب الجدل الذي صحب فضيحة مقاطعة الوزير الأول وتقامه الحكومي أشغل المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال المنعقد بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين الثالث والخامس ديسمبر الجاري وهو التأكيد الذي يأتي تزامنا مع إشارة أحمد أو يحيى إلى بقاء علي حداد على رأس هذه الهيئة أثر الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحزب أبقى شخصيا على إمضاء ما يقارب مئة اتفاقية اتفاقية أولية أو اتفاقية نهائية ما بين شركات جزائرية وشركات إفريقية بذرة خير وبشرة خير لتوسع الاقتصاد الوطني خارج حدودنا في الجنوب وهذا سيأتي تكميلا لوجود بعض الشركات الجزائرية لتبيع في دول وراء الصحة علاقتي أو نظرتي للآخ علي حداد لا يزال صديقي ولست من الجماعة التي تتابع الأرياح ويحيا الذي وصف ما حدث في المنتدى الإفريقي بالخلل التقني الذي يمكن أن يحدث في بلد يحتضن لأول مرة حدثا بمثل هذا الحجم اعتبر أن التوقيع على مئة اتفاقية واسما لبادرة لم يسبق لها مثيل رافضا بذلك التعليق على إنهاء مهام سفير الجزائر بفرنسا بعدما تم تداوله عن مشاركين خارج القارة الإفريقية وصفا علي حداد بالصديقة مضيفا أنه ليس من الجماعة التي تتبع الريحة